السلام عليكم ورحمة الله تعالى بركة الغزالة ديالي نتمنى تكونوا بخير وفي صحة جيدة وانتم ما كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم فهد الحرارة هادي كنبغي وشي حاجة لتكون باردة ومنعشة فاليوم غنقترح عليكم طرطة باردة بتلات طبقات بمكونات جد جد اقتصادية وسهلة في التحضير كتجي راقية جدا في المنظر ديالها كتتحمر لوجه وبمداق ولا أرواح بنينة بزاف بزاف نتبردوا بها في حد الحر هادا فمنطولش عليكم دوز نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير وكنتمنى لكم فرجة ممتعة فبسم الله على بركة الله كنحتاجوا هنا يا العلبة ديال البيسكويت من فئة 150 جرام أي نوع ديال البيسكويت اللي متوفر عندكم أو اللي كتفضله غدي نطحنها في الميكسر أو كتستعملوا الخلاط الكهربائي نطفع على حساب المتوفر غدي نحاول نطحنها بشكل جيد ماشي فقط كنهرمشو داك البيسكويت ضروري أنه يتطحن بشكل جيد كيس بحن نضيع لهذا الشكل كيف كتلاحظو معيه غدي نضيره في أمبول وغدي نضيف عليه هنا الزبدة اللي دوبتها من قبل غدي نضيفه ملعقة كبيرة ديال الزبدة اللي مدوبة ونحر كل كل جيدا حتى يندمج لي يمزيان داك البيسكويت ملعقة ديال الزبدة اللي ضفت له بالنسبة للمقادير فغدي نخليهم لكم كاملين بسندوق الوصف حلوة لك تكون من ثلاث طبقات طبقة ديال البيسكويت وطبقتين من الفوق كتجي رائع جدا ومنعشة أكيد اللي جربتوها غدي تعجبكم وغدي تعتمدوا هاد من الوصفات ديالكم بعد ما تشرب البيسكويت ديال الزبدة كنضيفه هنا القليل من الحليب البارد اللي كيخليه يجي مجموعه من اللي كنقطعه لطاق ديالنا يعني كتجينا بحلش طبقة ديال الجنواز أنا هنا ياخد لي خمسة ديال مع القكبار ديال الحليب البارد صافي غدي نخلط مزيان داك البيسكويت مع الحليب حتيت جمع ليه مزيان وصفحان ديال هاد الشكل هدا كيف كتلاحظو معايا هنا يا كنجيب هاكا واحد سيخل اللي القطر ديالو 22 سنتيمتر صافي هنا كيبقى على حسب العلو اللي بغيتو طبيعة الحال بإمكانكم تديرو أكبر أو أصغر فكيبقى لكم الاختيار هنا سوف نخلط الخليط ديال بيسكويت بزبدة والحليب فوز داك السركل طورطال اللي كتجينا بحجم عائلي ورائعة جدا جدا كنقدو الوجه ديالها بالاستعانة بالكاس على هاد الشكل كيف تلاحظو معايا مش كتجينا طبقة متساوية صافي وكنوضعوها على جنب وندوز باش نحضر مع بعض طبقة ديال الكريمة اللي عندي فيها هنايا نصف لتر من الحليب البارد طبعا ملعقتان كبيرتان ديال ناشا وميزينة ملعقتان كبيرتان ديال سكر حبيبات و جوج ديال لفلون بمدق الكاراميل هتصغير لنا هادو كيف تلاحظو معايا دونك غادي نجيبو هنايا إنكاسخول اللي غادي نوضعو فيها الحليب البارد ونضيف عليه باقي المكونات ملعقتان كبيرتان ديال سكر حبيبات اللي بإمكانكم تضيفو كتر إلا بويتو يجو حلو أكتر أنا كنكتفي فقط جوج المعالق وملعقتان كبيرتان ديال ناشا وكذلك غادي نضيف عليه هنا يا الفلون أنا هنا يدرت جسر الشيات كيف تلاحظو معايا ديال الفلون بنكهة الكاراميل ونخلطوهم بمزيان فقط هنا غاستعمل غير الخلط ليا داوي للجهد اللي تخلطو ليا المكونات كاملة مع بعضها وغادي نوضع الكل فوق من النار متوسطة ما نجهدوش عليهم بزاف مع التحريك المستمر طبعا نحتكت عقد لنا الكريمة وكي بدوي تشكلو عدنا دوك الفقاعات كيف كتلاحظو معايا في الفيديو وصافي كنزولوها وكنخلو الكريمة فوق من طبقة ديال بيسكويت وضروري أننا نحاولو ما نحركوش داك الساكل ديالنا كيف كتلاحظو معايا غادي نخلوها مباشرة ويسخونة فوق من طبقة ديال بيسكويت وندخلوها للتلاجة حتى تبرد تماما واندوزو باش محضروه لغاناش اوح الطبقة اللي كتجيب مدق شوكولة ونضيف ملعقة كبيرة ديال السكار حبيبات أو السكار سانيدة ونضيف ملعقة كبيرة ديال الماء البارد ونضيف ملعقة كبيرة ونحركو الكل جيدا كيف كتلاحظو معايا فقط بالاستعانة بالفوي حتى ندامج لها ديال المكونات كاملة اللي ضفتها مع الماء ومن بعد غادي نضيرها فوق من النار مهيلة بزاف بزاف من جهدوش عليها بزاف من النار ضروري أنها تكون مهيلة ونضيفه حيث ديال الغالية بجهد ودير فوقاعات ونحض فوق النار ونضيفه ديال مخصود شوكولة انا النضيفة هنا مخصود شوكولة نواخ لكي نضيفا ذلك اللون الأسود داكن وفي نفس الوقت نضيفاء رائعة دياله جميلة ونخلطه الكل جيدا نحن نضيف مقصود شوكولات طريقة سهلة لا تستخدم وقت طرطة توجد لنا في دقائق و رائعة جدا جدا نحن نضيف الطرطة طبقة الكريمة نضيف مباشرة نضيف مباشرة نضيف موقفة حتى نضيف مباشرة من فوق نضيف تلاجة برد و نضيف المفرد نضيف تلاجة لنرى الشكل الماضي طرطة بعد طرطة ونتمي من تلاجة من القليل مرمش كنشاط لي من واحد الحلوة غادي نحيد معكم السركل كيف كتلاحظوا معي كتجي طرطة رائعة جدا جدا في الشكل ديالها وحتى في المضاق ديالها أكيد إلا جربتها غا تنال إعجاب ديالكم وكتجي بهات الشكل هذا ثلاث طبقات طبقة البسكويت طبقة الكريمة طبقة الثالثة ديالا قاناش فكتجي روعة وشهوة منها لديدة بزاف بزاف كننصحكم أنكم تجربوها فأكيد أكيد غادي تعتمدوا هاد من الوصفات ديالكم الشكل ديالها كيجي جميل جدا كيف كتلاحظوا معي طرطة اللي كتجي منعيشة والديدة بزاف بزاف كيحمقوا عليها الكبار والصغار هنا يا غا نقصم معكم آم وغسو باش نشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيجي كتجي قاب طرسها وما كتنزلش لنا وخاك نحيدوا لها السيق الفوالا كيف كتلاحظوا معي الطبقات بثلاثة كل واحدة قاب طبلاستها فما بقى ليا غير نودعكم وكنشكركم جزيلا شكر على المتابعة ديالكم وعلى تشجاعتكم وما تنسونيش من اللي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم اللي باقي ما اشتركش في القناة اشترك باش يوصلكم دائما جديد الوصفات وإلى اللقاء في وصفة مقبلة وفيديو جديد بحول الله اشتركوا في القناة